اللي انتهت بالتعادل السلبي مع فريق طلاع الجيش وشاهدت أيضا حضور الجهاز المعاون لفايلر ونسأل كمان عن طبعات اللعبين مع زميلنا فاروق صلاح تحياتي ليك يا فاروق تحياتي ليك يا كابتن مستامة والكل فريق عمل برنامج الأجبال والكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان في البداية دايما شعيب معودنا أنه يحضر لقاءات فريق شباب النادي الآلي في مدينة ناص لكن النهاردة يعني الجهاز الفني المعاون لفايلر موجود بالكامل النهاردة فيه مباراة الأهلي وطلاع الجيش بالرغم أن المباراة كمان فيه طلاع الجيش بالفعل على كابتن مستامة الكابتن شعيب محل الأداية النادي الآلي هو دائم الحضور لكل مباريات فريق الشباب وفرق طعا ناشئين في النادي الآلي الجديد النهاردة لتواجب حضور مستر ديفيد داسيزا ومدارب العمل النادي الآلي المباراة كانت ضمن فعاليات الأسبوع الخمس عشر لطولة الجمهورية للشباب موليد تسعة وتسعين زي ما قلناك واتكلمنا قبل كده كابتن شعيب عملية الرابط وستراتيجية الجهاز الفني لفريق الأول في ضرورة الاعتماد والنهوض بقطع الناشئين والتواصل المستمر دي كانت نقدر نقول مجرد خطوة في سلسلة كتير وفي سلسلة في الدراسات الموضوعة النهاردة مستر شعيب وديفيد تيزا وانشيل ينكون حضروا المباراة مجرد خطوة التعادل التالبي بدون تسيادها النادي الآلي في أغلب اللقاء فريق جيش أيضا قدم مباراة كبيرة تقلق مصطفى شغير وينال إشادة وإعجاب مستر مشيل ينكون في الكثير من القرارات والكثير من القرارات أيضا حارس مرة ما طلع الجيش قدر يتصف من كرة وأكتر من فرصة انطباع الجاز الفني يا كابتا مسامة عن الناشئين في النادي الاهلي دي بعض العناصر انطباعها مميز جدا مهم جدا كان لديه حديث مع مستر ديبت تيزا وابح من خلاله مع كل الفرق اللي تولوا قيادتها وإدارتها سواء في بلجيكا أو في كل الأماكن بإسلوب العمل المستبع دايما من مستر ريني فايلر وجهازه المعاون وعندهم كتير من الأفكار وكتير من الأغور اللي إن شاء الله هتكون يعني خلال الفترة القادمة هيتم تصدقها داخل قطاع الناشئين وزاي أننا أستفيد من اللي عاديين أيضا بعض الأمور هيتم العمل عليها لجانب التحصص لبعض الناشئين بعض العاديين في ناشئين كاترسامة زي حضرتك عارف أنه في بعض الأمور الفنية محتاج فيها تحصص روية ومحتاج أن هو يزود هذه الأمور بيبوينها ويكتفها انطبعهم عن اللقاء انطبعهم عن العاديين عابلي برضو ما ناخد في كتير من الأمور كاترسامة الندر أهلي في جدول البتونة لازال بيتصدق جدول المسابة برصيد 35 نقطة يجد نادي الإسماعيلي برصيد 32 نقطة لتعادل المهاردة مع فريق مصر المقاطسة بدون أهداف ثم فريق ودي بيجلب هدف لكل فريق في النكة الثالث برصيد 29 نقطة الأهلي لازال يهرد على التنة على استضار الفارق ثلاثة نقطة ندر جمود الأهلي ان شاء الله كاترسامة عنده مواجهة مع فريق انبي الصراع عن القمة بيحاصر ما بين الأهلي والإسماعيلي طبعا وبيعت من بعيد فريق انبي نادي الزمالك بعيد تماما عن المنافسة هذا الموسم المركز الموسم ده صراع القمة على القمة كاترسامة تمام فاروق عايز أخذك اللقطة تانية لا 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 عايز أخذك اللقطة مهمة جدا فاروق خلال فترة اللي فاتت تم تصعيد عدد من لعبي فريق الشباب نادي الأهلي الفريق الأول النهاردة عايز يعني انطباع اللاعبين بقى النهاردة بقى فيه تسليط الضوء أكتر على اللاعبين مراكبة اللاعبين من خلال الجهاز الفني المعاون النهاردة كتاب التقارير لفايلر فعايز أعرف انطباعات اللاعبين إيه نقدر نقول يا كابتان أسامة اللاعبين كلهم النهاردة حالة من استعادة عند اللاعبين لتواجد أفراد السنية نهاردة بكل العدي يحاول يقدم نفسه بنفسه النعيبة بعد المباراة الكفل الأجين حاول الجهاز الفني وسلمه على مستر ديباتيزا ومستر ميشيل يانكون بعض اللقاء أيضا اختصت مصطفى شوبير كده بعض التعليمات بعض الأمور أشاد أيضا إذا قلت حضرتك يعني خلال متابعاته لحدات اللقاء أشاد بمصطفى شوبير وقراراته أشاد بمصطفى شوبير والحضور الزهني اللي عنده أشاد بمصطفى شوبير والدور اللي بلعبه متشيل اللي يمكن مع حراس المرمى إجابة اللعبة في كلتا القادمين ده أمر مهم جدا اللعيبة في التنسامة عندهم سعادة بارغة كل اللعيب دي تقولي كالتنسامة النهاردة بحاول يعرض نفسه قدام الجهاز الفني إن إحنا إحنا شباب النجر الاهلي إحنا المؤرد الأساسي إحنا ندرس أي وقت إن إحنا نشيل قانيش النجر الاهلي وندفع على النجر الاهلي فإتمنى كمان العبين تمنوا الجهاز الفني من حضور أفراد الجهاز الفني نصر ديفي السيزة ونصر تماس إن مستر شعيد قال إن يعني خلال الفترة القادمة مستر هيكون موجود مستر طيب طيب عشان آه علشان في مشكلة في الصوت من نشكر زميلنا فروس صلاح على التغطية يعني فروس احكام موجود أيضا النهاردة في مباراة طلاع الجيش والناد الأهلي في ملعب طلاع الجيش نروح لفاصل وبعد الفاصل نجمل 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 اشتركوا في القناة